قرر الدكتور محمد أبو شادي وزير التموين والتجارة الداخلية تنظيم حملات مشتركة مع مفتشي قطاع التجارة الداخلية ومباحث التموين ومكافحة التهرب الضريبي على جميع محلات بيع السجائر بالأسواق وذلك للالتزام بالأسعار التي أعلنتها وزارة المالية وضبط المخالفين جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور محمد أبو شادي اليوم مع محمد الصلاحاوي رئيس مصلحة الجمارك وأحمد السمان رئيس المكافحة بالجمارك وممثلين عن القوات المسلحة ومنتج السجائر المحلية والأجنبية لضبط الأسواق بعد قرار وزير المالية بشأن تحديد أسعار السجائر المحلية والمستوردة وأكد أبو شادي خلال اجتماعه على ضرورة تعديل التشريع الخاص بدخول السلع لمصر بنظام الترانزيت أو الإفراج المؤقت لأنه الباب الخلفي لتهريب السلع المخشوشة والمقلدة وأيضا لتهريب السلع بدون جمارك مما يؤدي إلى خسائر كبيرة تضر بالاقتصاد وبصحة المواطنين شاهدت أسعار الخضروات اليوم الأربعاء استقرارا وفق الأسعار المعلنة على بوابة سوق الأبور حيث بلغ سعر الطماطم من 65 إرش إلى جنيه ونصف للكيلو بينما تراوح سعر البطاطس من جنيه ونصف إلى 2 جنيه للكيلو شكرا